مشاهدين لا يرتدي الأبطال دائما أزياء غريبة كما تروج لذلك أفلام مارفل ودي سي ولا يملكون بالضرورة قدرات خارقة الأبطال قد لا يعرف حقيقتهم أحد حتى يجدوا أنفسهم أمام الاختبارات القاسية التي تجعلهم يتخذون القرارات الصعبة التي قد لا يتخذها عامة الناس من هؤلاء الأبطال؟ من تعرفنا بهم المآسي مثل هذا الشاب الموريتاني الذي تسبب رحيله المأسوي في حالة حزن عام على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن جرفته سيول الأمطار في أقصى الشرق الموريتاني بعد نجاحه في إنقاذ سبعة أشخاص كانوا على متن سيارة خفيفة بحسب وسائل أعلام محلية موريتانية عثر على جثمان الشاب بون والد أبارة بعد غرقه حيث كان يحاول إنقاذ ركاب سيارة جرفتها السيول في وادي بوعش بمقاطعة أمورج في ولاية الحوض الشرقي تمكنت السيول من قذف جثمان الفقيد على بعد ثمانمائة متر من المكان الذي فقد فيه بعد أن لفظته مياه الوادي بحسب ناشطين تمكن الشاب قبل غرقه بمساعدة مجموعة من الأهالي من إنقاذ حيات ركاب سيارة كانت تتقاد ضفها السيول العتية وإخراج جميع ركاب السيارة بأمان الشاب الذي وصف بأنه سباح ماهر ويملك خبرة طويلة في السباحة والإنقاذ انتشرت قصته في موريتانيا إثر العثور على جثمانه بعد أن شهدت مناطق موريتانيا سيولا كبيرة جراء طهات لأمطار غزيرة تسببت في أضرار مادية وانهيار عدد من المباني في مناطق من أمرج وبسكنو بالحوض الشرقي وفي خبر لوكالة الأنباء الموريتانية أعلن عن وفاة الشاب دون تسميته ونقلت عن مصدر رسمي أن التساقط المطري تسبب كذلك في انهيار عدد من المساجد والسدود وتضرر بعض المباني الإدارية ومساكن المواطنين والمؤسسات الخدمية في عدة مناطق من البلاد في حين أعلنت الوزارة الداخلية عن وفاة طفل غرقا في بركة ماء بمنطقة لمسهلة في مقاطعة المجرية بتكانت كما كشفت عن تضرر بعض المساكن وسقوط أعمدة كهربائية في ست ولايات جراء الأمطار والسيول على وقع التواصل تسبب الإعلان عن غرق الشاب بون ولد أبارة بعد تمكنه من إنقاذ ركاب سيارة من السيول في حالة حزن كبيرة الصحفي سعيد إبراهيم لفريك يكتب الأخبار القادمة من بوعش بالحوض الشرقي كلها تؤكد أن الشابة الراحلة بون ولد أبارة قدم نموذجا فريدا في التضحية والإثار وقد مكنت جهوده الجبارة من إنقاذ ركاب سيارة بأكملهم ليودع هو الحياة بكل فخر وعتزاز وشرف حمد لامين ولد الشيخ يقترح بناء تمثال في مقاطعة أمرج باسم الشاب بون ولد أبارة ورفاقه الذين أنقذوا أرواح أهل السيارة التي تقاتفتها الأمواج ونزعوهم من بين أظافر المنية بعد موت محقق لكي يكون درسا للأجياد المقبلة عنوانه التضحية بالمال والنفس في سبيل إنقاذ الآخرين عندما يتطلب الوقت والظرف ذلك بحسب تعبيره محمد محمود خطري بابا يكتب عثرة على الشاب بون ولد محمد أبارة وقد فارق الحياة أنهاكه التعب فجرفته موجة سي القوية بهذه المناسبة فأني أتقدم لكل شجعان العالم وكل إنسان سوي مستعد ليضحي من أجل أخيه الإنسان وإلى ذويه وعشيرته بأحر التعب